للأسف الشديد أن بعض المنتجين والموزعين عملوا العكس بيصرفوا فلوس كتيرة جدا على منتج فني لا يبقى في الذاكرة يعني بيسموه الـ High Budget يعني اللي هو الفيلم اللي مصروف أو محتوط الميزانية كبيرة جدا 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 لو بصينا الأفلام الثمانينات ميزانياتها كانت حاجة ضئيلة جدا الفيلم كان بتعمل بمئة ألف جنيه بمئة ألف جنيه بمئة ألف جنيه بمئتين ألف جنيه الأفلام الكبيرة جدا في التمانينات عمرها وما وصلت للمليون جنيه دلوقتي فيه أفلام بتصرف عليها خمسة وستة مليون جنيه إنما ليست لها أي قيمة إنما هي بتعمل ربحية يعني بتجيب أرباح وخاصة العرض الداخلي في مصر دلوقتي بيحقق أرباح ممتازة جدا شجعت كثير جدا من الناس على دخول المجال الفني إنما أنا بأعتقد أنه لا يصح إلا الصحيح وسيعود وستعود السينما المصرية والعربية أنا أقصد هم ليس السينما أنا عم بأقصد على الدراما على التلفزيون والدراما عموما على الدراما التلفزيونية أشوفي إذا وجد الناس الملتزمين اللي حاسين بالمسئولية تجاه جمهورهم أنا أعتقد حتى لو حد حصلت له كبوة مر مش هيكررها تاني إنما وجود الفنان الملتزم بجمهوره وبوطنه وبقضايا عمرهم هيقع في الخطأ أنا أتكلم على الفنان مش النجم مش لا أتكلم على الفنان الصحيح الفنان الملتزم اللي حاسز بمسئولية زي ما قلنا في الأول تجاه ناسه وتجاه جمهوره وتجاه بلده وبيتعاطف وبيتفاعل مع كل ما يحدث في مجتمعه الكبير مش بس في مصر أو في الأردن في وطنه العربي الكبير أرجع لنقطة مهمة جداً جداً أثرتها نادرة وقد يكون هذا الكلام صحيح مأة في المأة أن هناك شيئاً مقصوداً أن هناك أيدي خفية ثبت بالدليل قطع أنها موجودة بل اتدخل على فننا وعلى مقدرتنا وعلى تقالدنا وعلى عادتنا الموروثة أشياء يجب الانتفات والانتباه إليها قوي 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 لأن احنا بنشوف في الفيديو كليب نمازج لاه مجتمعنا ولاه عادتنا ولاه تقالدنا خلينا نتكلم بصراحة أن معظم الموديلات الرجال في الفيديو كليب شازين العري أصبح يعني مستفز وسيل للشهرة وأعتقد أنه فعلاً في أيدي خفية بتفرد على مجتمعاتنا أشياء عشان نقبلها في المستقبل على أساس أنها شيء عادي أن هناك مخططات لتمص وتعويق ثقافة هذا الوطن الكبير والثقافة اللي على فكرة صعبة جداً جداً زحزحتها لأنها ثقافة عريقة جداً جداً وممتدة وستمتد بإذن الله إنما لا نترك الآخرين يعبثوا بنا